أهلا بكم من التفاصيل تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقيات تهلئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية فخامة الرئيس الدكتور حسن الشيخ محمود رئيس جمهورية الصومال وصاحب السموي الملكي الأمير السلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بمملكة البحرين عربوا فيها عن خالص تهانيهم لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بهذه المناسبة الدينية العظيمة وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية وللشعب اليمني الأمنى والاستقرار والسلام وللأمة الإسلامية كل العزة والرفعة